وسط الجدل العالمي بشأن أفضل السبل لتقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري يبرز خلاف بين معسكرين من الباحثين في مجال البيئة وذلك بشأن تقنيات جديدة تزيل غازات الاحتباس الحراري من الجو فبينما يرى بعضهم بصيص أمل في ابتكار طريقة الامتصاص أو احتجاز الكربون من الجو يرى فريق آخر أن هذه التقنية شاقة ومكلفة وأن التركيز يجب أن ينصب بشكل أساسي على تقليل تلك الانبعاثات من الأصل ففي بريطانيا تعاول الحكومة على تكنولوجيا احتجاز الكربون وهي تقيم مسابقة علمية بين الباحثين لإنشاء مشروع تقدر تكلفته بـ 70 مليون جنيه السرليني بغية التوصل إلى أفضل الطرق لإزالة الكربون وتبدو الحكومة البريطانية متفائلة حتى بسرعة الوصول لهذه التقنيات حيث أعلنت أنها ستكون قادرة على تسير رحلات جوية خالية من انبعاثات الكربون بشكل كلي بحلول العام القادم وأوضح بعض الباحثين داعمين للمشروع أن هناك تقنيات تم التوصل إليها من أجل الاحتجاز المباشر للكربون من خلال تسخين مراوح لدرجة حرارة عالية وذلك من أجل تخزين الكربون أو حتى ربطه مع الهيدروجين في سبيل إنتاج وقود صناعي هناك تقنيات أخرى تتعلق بسحب الكربون وتعتبر واعدة على الرغم من أنها في مراحلها المبكرة وهي إلقاء جزيئات صغيرة من الصخور في المحيط تثير تفاعلا كيميائيا من شأنه حمل مياه البحار أو المحيطات على احتجاز الكربون والعلماء يعتبرون هذه الطريقة جاذبة نسبة إلى أن المحيطات تحتجز الكربون بداخلها بنسب أعلى من باقي مكونات الطبيعة وفي الوقت الذي تطرح فيه أفكار متعددة تدور حول ابتكار تقنيات تسحب الكربون من الجو يبقى الطريق للتوصل لهذه التقنيات طويلا مع الأخذ بعين الاعتبار أن تكنولوجيا كهذه تحتاج إلى طاقة كبيرة لتنفيذها